يجب أن نغيره لكي نفعله أكثر وأكثر لأن اليوم ننتظر في كل مكان اليوم هذه البرفورمانس هي التي ستطلعها بقيمة أخرى لأن اليوم لم يكن لدينا الفرصة لكي نخدم بكل شفافية البيروقراطية هي حطت علينا اليوم بزهف حتى ترى الرجال أعمال تعبوا من بعض الأمور لأنه يكون لديه انفيزيون ويحب يطلع في الضروة ويحب يزيد في النموذج ولكن كيشوف يجيه عفاية بيروقراطية باش يعطيه ورقة أو رقصة يقعد فيها عام أو عامين أو كذا نظن باللي هذا الشيء لازم يتنحم الدهنيات تعنا باش نخليه الحرية الاقتصاديين باش يقدروا يطلعوا يعني الشرف والقيمات على الصناعات والنموذج ببلادنا نظن باللي اليوم كنا نقوله باللطيقة لازم ترجع ترجع بقوية لأن اليوم رانا كيما راناقع جزائريين لازم نخموا باللي بلادنا يمحتاجة لولادها ولادها لازم يدخلوا يعني من الخارج ويقدروا يصنعوا في البلاد هذه أي حاجة لو ننوضوا وقع ولادنا يخدموا ونكونوا الصناعات قعنات عن أن نخدموا اليوم بالك الجزائر ما تحتاج يعني باش تجيب دراهم البيترول والغاز وهذا الشيء يعني البلاد فيها خيرات كبير ولازم نوروا لبلادنا كما قال فيديو سيال لازم لولادنا يعرفوا بلادنا فيها خيرات كبير في التحويل في الصناعة في كل حاجة يعني يجب فقط تحرير الاستثمار لازم لازم لانا اليوم ما نقدرش نقولوا بلي ولادنا راه نبدأوا يعيفوا في رزاقنا باش يبدلوا البلاد لانا ما يعرفوش بلادهم نقول بلي بلادنا فيها خيرات كبار الناس راه يتروح تقول لنا ولادي راح يقرأوا وهيه وماذا يقولوا اليوم راح نضيعوا في ولادنا لانا مرامش يعرفوا وش كاين في بلادهم أنا مرة لفت رحت الاليزي لولا الاليزي برك شفت المنطقات الصناعية اللي كاين شفت الخير اللي كاين شفت يعني الناس اللي راح يسنوا فينا كيفاش راح نخدموا معاهم باش نديروا تابدل معاهم راح خير كبير لانا اليوم قاعدنا في المدن الكبار راحنا في الجزائر في الشمال نظرنا بلي لازم اليوم نستثمروا احنا بولادنا في بلادنا باش نقدروا نديروا النموذج نطلعوه بالإنتاج الوطني اللي أعبوه التيقة لازم تكون التيقة نعم تكلمت على نقوة